في هذه القصة مشاهدين اشتباك جديد ومن نوع آخر اشتباك داخلي إسرائيلي بين نازحين وأهالي محتجزين الحادثة التي أشعلت الرأي العام الإسرائيلي بدأت خلال مظاهرة نظمها أهالي المحتجزين لدى المقاومة للمطالبة بوقف الحرب والسعادة ذويهم من القطاع أثناء مرور المظاهرة بالفندق الذي جرى إجلاء النازحين إليه اندلع اشتباك بين الطرفين وأظهر المقطع المتداول تعديا بالألفاظ ومشادة كلمية انطلقت عندما سألت متظاهرة ألا تريدين أن يخرجوا الأسرة لتجيبها النازحة الإسرائيلية لا لا أريد أن يخرجوهم بهذه الطريقة تقصد وقف إطلاق النار ولفتت إلى أن إسرائيل ستتعرض للمزيد من الهجمات في الفترة المقبلة إذا لم تستكمل هذه الحرب لتظهر بعدها نازحة أخرى تقول إن حماس ترفع صقف مطالبها بسبب مظاهرات أهالي الأسرة المحتجزين في غزة وأنها مع إعادة الأسرة من غزة لكنها دعت إلى إتاحة الفرصة لنتنياهو لكي يستمر في عمله في إشارة إلى مواصلة الحرب على غزة حتى لو كان الثمن إعادة الأسرة جوسفا ترجمة نانسي على مواقع التواصل مشاهدين تفاعل واسع مع السجال الإسرائيلي صوفي تقول أول مرة أستمتع بمشكلة وأبتسم فرحا نائل يعلق ما شافوهم وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتخانقوا بن زيزاوي يقول هذه أحدى نتائج السابع من أكتوبر ضرب مجتمع الكيان وانقسامه دحر الاحتلال يكون من الداخل بانقسامه ويسقط ويرجع كل واحد منهم إلى بلده الأصلي جيوان تقول هذا التوتر الشديد الذي يشعرون به هو نتيجة إدراكهم العميق أن وجودهم في فلسطين مرهون بقوتهم على ردع العرب وهي قوة أصبح مشكوكا بها ملف المحتجزين والمظاهرات المطالبة بإعادتهم يتصاعد مشاهدين خصوصا بعد مهاجمة ناتين نياهو واسموت ريتش القائمين على هذه الاحتجاجات بينما عبرت هيئة عائلة الأسرة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عن غضبها بعد خطاب بن يمين ناتين نياهو وقالت أنها تتوقع من رئيس الوزراء أن يتذكر أنه مسؤول منتخب وأن وظيفته تحقيق تصحيح الإخفاق وليس توبيخ من اختطف أفراد من أسارهم اشتركوا في القناة